سليمان انت مش مجنون واللي حصل لك في الساحل ده مش وهم ولا تهيئات انا كشفت كل حاجة والله العظيم دي الحقيقة يا سليمان انا جايلك دلوقتي عشان زيك يا استوزة ملك مين حضرتك؟ انا ضيف بس غيلت شوية يا ملك ايه اللي بيحصل عادي المصابر؟ ملك السابعين؟ اه يظهر انه يستعمل غلاسة دلوقتي ايه فيه ايه؟ ملك ايه مين بضيف الغلس ده؟ قلق ملك مغلق ايه وزفت ايه بس لنوس قلق ايه؟ 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 مين دول يا اكرم؟ ممكن اعرفين حركة الزفت احنا يا معجبين يا سلي جايين نستور معاكم وناخد موتوغراف ما تقليش نفسك يا استاذ هي بس شوية اجراءة بسيطة كده و بعدين حرغي مع حضرتك شوية و بعدين تتكل على الله بقول لي ساعدتك ايه؟ انا ولا خايفة ولا قلقانة ولا ركبي بتخبط في بعضها فعياريت نوفر المقدمات اللطيفة دي ونخش الصلب الموضوع ايه رأيك؟ بس كده؟ غالي يا استاذة غالي والطلب رخص قوي حضرتك متهمة بالتخابر مع جهات اجنبية وتسريب معلومات اخبارية ايثارية من شأنها لاضرار بالامن العام حلوة الدخلة دي انا فينا استاذ با مش طلباك خالص المراتي با ازاي بس يا رايز يا رايز القوة اللي نزلة من المدورية ما تشلش خمس لجان انا الدائرة اللي عندي يا رايز تقيلة كلها لبش وعاوة والعيد انتخابات ايوة يا رايز ماشي ما قلتش حاجة لسه بدري بس انا لازم اضبط الدنيا عندي عشان الوقت ما يهجبش علي يا رايز عمد بي ازاي حضرتك الحمد الحاجة يسعى للدكتور بسرعة لا لا متشكر جدا كلك زوق متشكر ازاي احنا بنشوفك كل يوم يلا يابدي بسرعة طعم صارتك يا باشا عمد بي انا بصراحة يعني عاوز خدمة شخصية من حضرتك عارفها من غير متوى عارفها؟ طبعا طبعا عارفها ازاي حضرتك ايوة ودي محتاجة تشغيل ما انت جاي توصينا عالدكتورة شاهناز ايه طامن يا سيدا الدكتورة شاهناز متوصى عليها من اعلى قمة في الهرم والحزبة حجز لها الكورسي من دروان فانتو جاي لزابة صغار زاي عشان يزبطلكوا السنديق واللي جانوا بكلام الفارغ ده انها مش فاهم قوي يعني حاجة توصي دي ايه اواء حاجة توصي دي امراتي نازلة في الانتخابات مع باجل شعب اللي جاي دي؟ لا انت عايز تفاهمني انك ما تعرفش؟ وما الجاي للي ايه؟ للعسف يا دكتور الحكاية خرجت من ايدي وراحت في سبكة تانية خالص توصي دي عمد بيه وحاجة عرفت ايه بزبط المكالمة دي اللي قبض على ملك يونس لا مباحث ولا امنة عامزة وما قالوا لك العيل بتوال الحرس ومال مين؟ امنة داولة دكتور ايه؟ امنة داولة؟ وهي ملك عملت ايه عشان يقبض عليها امنة داولة؟ كان نفس اكمل خدمتي ليك وعرف لك السبب لكن للأسف انت عارف مع ذاتك عندي دي منطقة محزورة ومت كهرباء لا ينفع فيها رئيس مباحث ولا حتى مدير امن طيب والحل؟ يا سيدي ما تقلقش نفسك عليها قوي كده ان وعية المشاغبة بتاعت ملك يونس دي واخدع الغلسات دي ليل النهار وبعدين احنا هندوق نفسينا ليه؟ انت مش قلتلي ان انت صديق شخصي للي وعد الزهرات ايه دا؟ الخير يا باشا سليمان العريني معقولة؟ الصدفة غريبة فعلا لا مش الصدفة انا لسه اعلمك ولا اياه متحن بقولك ايه؟ رد عليه وقوله ان انا ان انا في معمورية ومش هقدر استقبل تليفونات دلوقتي ايوا ايوا مين حضرتك؟ اه هو تليفونة فنن بس عادل بيه في معمورية ومش هقدر استقبل تليفونات دلوقتي لا يابد ان مفيش حاجة مع السلامة بقولك ايه متحنة انا عايزك تفكر معايا ايه العامل المشترك اللي يربط ما بين الاربع اطلاع ملك يونس محسن الصواف سليمان العريني شهيناز رستون نعم؟ حضرتك عايز تحجزني هنا؟ ايه؟ مش قد المقام ولا ايه؟ ها؟ هو انتو خليتوا فيها مقامات ناقي كلامك يا استاذة ناقي كلامك وما تخليش لسانك كرميكي في النار ايه النار قربت تحرق البلد كلها باللي فيها من عميالكو يا سيادة الرائد وانا كنت فاهمة ان زكائكو هيسعافك ويخليكو تعيدوا النظر في السياسة اللي بتستخدموها مع الناس بعض الفضايح اللي اتسربت من اقسام الشرطة واتنقلت عالموبايلات ومواقع النات لكن الظاهر انوكو لسه عايشين في جو القلم السياسي وزوار الليل ومش حاسين بلي بيجرى حواليك لا! لا! انا كده استحملت كتير قوي وكلمة تانية احجزني يا حازم بيه انا عايزك بقى تحجزني ودلوقتي حالا وفي اسوأ ما كان عندك وحايزة مخلوق يمدي ايده علي او يهين كرمتي بنص كلمة عشان لما اخرج من هنا واقول كل اللي عندي لكل وكالات العالم يبقى لك الحق بقى بانك تتهمني باني جاسوسة وبضر بالامن القومي من غير ما تحتاج لقانون الطوارئ لا 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 انا خلاص خلاص يا عم فرجاني خلاص انا طبت وسلمت ومعودش عاملها تاني انا خلاص مش هاسمع كلام قلبي ده في اي حاجة تاني بعد كده ليه بقى ان شاء الله علشان خدعني عشان ضحك علي ولبسني العمه ومشاني وراه زي العبيت عشان خدرني وخلاني اقعف واحدة خينا وملهاش امان لا حول ولا قوة الا بالله ادكتور شليمان ان بعض الظن اثن ظن بقى بعد كل اللي حصل ده لسه بتسميه ظن عمشي خفرجاني معلومة اللي قالتها امراتي وتأكدت بكلام طارق الشازلي اللي لسه حالا ايله في التليفون والحوادث الغريبة اللي عمالة تحصل حواليها من يوم ما شفتها كل ده ولسه دلوقتي حندي مساحة للشك ونفطرة حسن النية لا عمشي خفرجاني لا ده مش عارف اتلم على جسبي من صباحية ربنا كل بغلي بغلي ومش داريان باي حاجة بتحصل حوالي بقى انا انا اللي اتعجنت في طراب البلد دي ودتني احلى ايام عمري اجل نهاردة واخونها بعلاقة مشبوهة بواحدة زي ايدي اقول اصلا قلبي حاس اصلا قلبي تنايل لا عمشي خفرجاني ده انا اخلاعه بايدي من صدري ادوس عليه بكعب جسمتي قلبي ايه مش عايزه انا القلب ده انا مش عايز القلب ده فانا اسمار راعفين اسمعني يا ابني مرسودة مش فاهم تقصود ايه يعني يعني مترقبة يا سيادة الرائد هو سيادتك عايز تفهمني انك لما حتسبنا في مكتبك المتواضع ده القاعدة كلها مش هتتنقلك صوت وصورة الله ده ايه الخبرة دي كلها يا استاذ طيب ويهي المطلوب اتكلم انا وعامل وحدنا وفي مكان اامن قبل ما تناقش في تفاصيل المفاوضات العظيمة اللي تمت في الوزارة اه ايوا ايوا حضرتك اه تحبي احجزلك سويت فقتين الخمس نجوم؟ مو على ايه تكلف نفسك هو لو مفيش عند سيادتك مانع احنا ممكن نروح نشرب شاي في الكفالي قدام المبنى وطبعا مش معقول ههرب منك في الخطوتين دول تهربي تهربي ده ايه يا استاذة حضرتك فاكرة نفسك بتكلم امين شرطة في لاجلة مرور ده انت لو بلعك حوت همد ايدي في جوفه واطلعك خلاصي حازن بيه احنا عندنا تعليمات بحل الموقف بهدوء وبدون اي ازمات عندي سيادتك مانع تنفذ لها الطلب ده او لا عشان السيديهاية اللي الدهالي في رادريك ليون وطلعت بيها على الساحل باو انا هتجنن واعرف ايه اللي موجود في السيديهاية دي يا ملك انت عارف يعني ايه تفاوت شخصي اللي دخل فيه حسن قادري بنفسه عشان يضمن كتمانك للسر اللي انت عرفتيه وطلعك من الورطة اللي انت فيها دي انا لازم افهم السيديهاية الهبابة دي فيها ايه فيها كارسى يا عمي فيها بوركان خامد لو انفجر حيحرق الدنيا كلها باللي فيها السيديهاية فيها اكبر ملف فساد حصل في البلد دي من عشرين سنة مش اسرار عسكرية وسياسية والهبل اللي قالوا لك ده فساد يعني ايه قصدك انه حسن قادري وحازم فودة هم اللي احنا حازم فودة هو اللي صلت علي ناس عشان يقتلوني في الساحل ولما المحاولة فشلت لبسني التهمة السفلة دي علشان يقلب علي الترابيزة ويلحق يسحب مني الملف قبل ما اشتغل عليه والفديحة تتسرب وتخرج من تحت سيطرت وسيطرت اي حد يعني انا مترقبة من اول لحظة ومن كل اتجاه الحكاية مش صدفة وبلاغ مفاجئ زي ما لباشا فهمك مش ممكن طب ويه مصلحة من الدولة في انهم مش مصلحتهم يا عمي انت مصلحة البهوات اللي مش غالينهم عمين عزام ومحسن صواف لا لسه يا عمي لسه سليمان ما شايفش اي حاجة ولو انا ما خدتوش من ايده ووريته الحقيقة بنفسي حيفضل مخدوم ومعمي عنها طول عمره يا ملك ارجوكي قدري المجهود اللي انا بعمله في السفارة وفي الحزب وفي الداخلية عشان المسائل دي تبقى وانا مش بضيع مجهودك يا عمي بس انا ما زلت معترض على استخدام ورقة الجنسية التونسية للضغط على اي حد في موقف زي ده انا مصرية يا عمي زي حضرتك وزي بابا الله يرحمه وبدافع عن بلدي من خلال الصفة دي مش من خلال الحماية الدبلوماسية والجنسية المزدوجة لو انا كنت شهدي في سونس دلوقتي وتعرضت السخافات زي دي كنت برضو هتعامل بنفس المنطق ومش هطلع جوازي لمصر واقول انا يا ستي انا عارف عارف ومتأكد من وجهة نظرك تماما بس انتي كنت عايزين يا عملي يا ملك ده انا قلبي كان حيوقف من الخضة وبعدين تهمة قذرة زي دي اللي ينفعش معاها لا تفكير ولا صبر من ناحية تانية بقى مامتك عميل بتروح من ايدي عميل بتتهمني ان انا السبب في كل حاجة وانا اللي دخلتك موضوع السياسة ده وما انا بهتكيش ابدا اللي بخطرها والمطلوب مني دلوقتي اني اقبل اتفاق استخيف لحضرتك وصلتله بتلوعي الروح عشان مامتي تتطمن واننفع حضنها واسيب البلد تتحرق باللي فيها يا حبيبتي البلد بتتحرق من وانتي في كي جيتو وهتفضل كده لغاية لما ربنا يبقى تلاقي حد ينجدها انتي بقى هتعملية دلوقتي السيديها والولا اللي انطبع منها ما بقوش معاكي والسيستم اللي كان في ايدك خلاص ما بقاش في ديكي يعني ما عندكيش اي حاجة لسه يا عمي لسه في ايدي اهم حاجة اللي هي ايه بقى ان شاء الله يا سلم مش معنى انا بالذات يعني لانك الوحيدة اللي في الخنوات الفضائية كلها اللي مصممة تعملي مشاكل ملاش اي لازمة مع انك ذكية والمفروض تفهمك كويس قوي ان الجنسية المزدوجة اللي مع حضرتك دي دايما هتحطك في بقرة الشك مش بالنسبة لنا احنا بس وبالنسبة لعموم الشعب المصري كل وساعدتك بقى بتوجه لي التحذير دا دلوقتي عشان حريص علي انا شخصيا ولا حريص على الشعب المصري انا حريص على امن الدولة يا استاذة والمهمة دي بالتحديد مش هتهاون فيها مع اي حد مهما كان اسمه وصفته وشحصيته في البلد وبنبيك اي كلمة هتطلع بخصوص الاتفاق اللي احنا اتفقنا للادي انا مش ارخمك ما اقولك ايه يا سيادة الرائد ما دام الاتفاق تم على خير والصفقة نجحت والحمد لله ما تيجي نخرج من المسرحية المملة دي ونحرق الورقة اللي بنا ونتكلم على المكشوف لا 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 كفاية كده يا ملكة جوكي كفاية انا تعبت وعصابي اتدمرت في الليلة الفضيعة دي كفاية كده بليز اوكي يا عمي وانا ما يكونش علي اتعبك بس صدقني يا حازم بيه انت فعلا خدمتني خدمة كبيرة قوي لان كل دقيقة قضيتها في الحاجز بتاعك مربتني مربينة قوي وعلمتني ازاي اوكل واتعشن فيه لحد ما اتأكدت انه حيردلي كل حق اتهدر من دمي او كرمتي او سمعتي اشتركوا في القناة